موسيقى اهلا بكم احباة المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم اليسبوع الرياضي سام الرأس بورت حقيقة لدينا اليوم رصد مهم ومحاور مهمة لكن بعد فاصل قصير اهلا بكم من جديد احباة المشاهدين حقيقة محورنا الاول لحلقة هذا اليوم هو نادي الرمادي والانجاز الكبير اللي حقق قبل ايام بالفوز ببطولة مجموعتها مجموعة محافظة الانبار بعد تغلبها في المباراة النهائية على نادي الانبار بهدفين مقابل هدف واحد انتهى الشوط الاول بتقدم نادي الرمادي بهدفين دون رد لكن نادي الانبار ستطاع في الشوط الثاني من تسجيل هدف لكن ما حالة فالحظ انه يسجل التعادل نادي الرمادي قدم مباراة كبيرة كحال باقي مباراة في بطولة المجموعة استحق الفوز استحق التأخل الى دور الدرجة الاولى لما يضمهم اللاعبين لهم مستقبل كبير في دور الدرجة الاولى لموسم الحالي او المقبل حقيقة نادي الرمادي في هذا الموسم قدم مستويات كبيرة لأسباب كثيرة احنا شفنا نادي الرمادي في الموسم الماضي ما كان يعني ند مكان منافس لفرق مجموعة رغم ضحف المجموعة لكن ما قدم فد شيء اليوم في هذا الموسم احنا نتحدث بكل صراحة عد ما يكون هناك اخطاء اكيد ننتقد هذه الاخطاء عد ما يكون هناك عمل ايجابي نشير للعمل الايجابي لانه هذا دورنا كاعلام انه نبرز الحالات الايجابية ونشير الى الحالات السلبية حتى نقدر نصححها تقدر لادارة صححها يقدر ممكن المدرب يصححها ممكن القائمين على كرة النادي الرمادي يصححون بعض الاخطاء السلبية اللي ترافق مسيرة الفريق وماك فريق بكل العالم ما بي سلبيات خلونا من الموسم الماضي اليوم في هذا الموسم الرمادي كان يعني فريق نموذجي لانه الهيئة الادارية للنادي عملت باحترافية كاملة حقيقة يعني والحق يقال انه عملت باحترافية كاملة جابوا مدرب على مستوى عالي هو الكابتن صباح عبد الحسن تركوا للمدرب حرية اختيار اللاعبين جهزوا الملعب من كل شيء هناك رواتب لللاعبين رواتب مجزية لللاعبين وهي طبعا كل فرق المحافظة ما قدرت انه تدبر يعني لللاعبين حتى لو رمزية هذا كلها جهود للإدارة اكيد يحسب الهم ما حقق نادر رمادي هذا الموسم بالتأهل الى دور الدرجة الاولى وهو المحترك الاخير ان شاء الله قبل التأهل الى الدور الممتاز يدعو الفخر نتمنى انه نادر رمادي يواصل بنفس الهمة في الدور المقبل حتى يقدر يصعد ويتأهل الى مكان الطبيعي كأحد الفرق الجماهيرية الكبيرة واقول الجماهيرية لانه خلف نادر رمادي جمهور غفير عاشق لهذا النادي محب لهذا النادي احنا كلنا نتذكر انه جمهور نادر رمادي وجمهور نادر النجف جمهور نادر ميسان الديوانية ذول فرق محافظات لكنهم فرق جماهيرية خلفهم جماهير غفيرة نتمنى انه يعودون نادر رمادي الى الدور اللي يعني مكانهم الطبيعي وهو الدور الممتاز أما دور الدرجة الأولى فهذا مو مكانهم لكن ظروف طارئة الظروف الأمنية اللي كانت سائدة في المحافظة قد تكون هي أحد أسباب تقهقر النادي في السنوات الماضية اليوم تأهل نادي الرمادي إلى الأدوار النهائية أو دور الدرجة الأولى مثل ما يقولون لحد الآن ما أقر بصيخة النهاية نتمنى أنه نادي الرمادي يلقى مكانه بين أندية الكبار وهذا موقعه الطبيعي كلها كانت إلها دور الهيلي دارية المدرب الجهاز الفني كله مو بس المدرب المساعدين أيضا مدرب حراس المرمى الكادر الطبي مدرب اللياقة الكل كان لهم دور وخاصة جماهير نادي الرمادي أنا شفت مقاطع لبعض مباريات نادي الرمادي حقيقة جمهور يعني جمهور ممتع جدا يعني يحضر بالآلاف لمؤزرة فريق نادي الرمادي وكان هو اللاعب رقم 12 في الدوري يحسب للنادي التشبث بهذا الأمل وهو أمل الصعود رغم كل المنغلصات اللي حصلت في الموسم الماضي طبعا بدي أنه أسجل إعجابي بكل القائمين على فريق نادي الرمادي اعتبارا من رئيس النادي سيد عصام الدخيل إلى أصغر واحد ما بهم صغار إن شاء الله كلهم كبار حتى الإداري محمد عبد المحسن وباقي الإداريين الموجودين خلفوا بزياد وكلهم كانوا شعلا من نشاط في سبيل يطلعون بالصورة النهائية اللي شفناها وهو التأهل والنجاح في المسعى اللي خلى المدرب صباح عبد الحسن احنا عدنا ريبورتاج خاص لقناتنا لأن عدسة كاميراتنا كانت موجودة في المباراة النهائية خلي نشوف هذا الريبورتاج ومن ثم نعود اشتركوا في القناة 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 في الدوري المقبل إذا تعتبروها دعاية انتخابية عم يخلي اعتبروها دعاية انتخابية ويدعم النادي وخلي المسيرة تمشي لأنه الجهود اللي بذلت منذ بداية الموسم ولحد الآن حرامات تطلع حرامات تروحيش هباء منثورة فخلي ندعم هذا النادي اللي هو الممثل الوحيد لكرة القدم في المحافظة وهو بنفس الوقت يعني هذا كلام موجه للسياسيين ترى ترويج للمحافظة عندما تدعم نادي يشترك في دور الممتاز ويوميا يطالع يلعب ويزورا ويجوية ويشرطة ويطلب ويباقي المحافظات الأخرى ترويج لمحافظتك للأعمال اللي تقوم بها بمحافظتك لهذا من الأفضل انه يعني تهتم بالشباب شريحة الشباب وخاصة الرياضيين من يمثل الرياضيين حاليا نادي الرمادي هذه حقيقة ما حاقدر يغفر عنها ولهذا حتى يريد يعمل دعايا انتخابي يدعم هذه الاندية يدعم نادي الرمادي يدعم غيره يدعم دول الشباب اللي هم يعني يتوسلون على أي شخصية تدعمهم حتى يواصلون مسيرتهم أدنى أيضا الكثير من الأبطال اللاعبين اللي هم ينتظرون المساعدة أمثال البطل عيمان جاسيم وأيضا محمد حبانية وغيره من الرياضيين الكبار اللي حققوا انجازات كبيرة بإمكانيات بسيطة جدا إذن هي دعوة لكل مسؤولي المحافظة محافظة الأنبار ليدعم هذا الفريق لأنه هو الممثل الوحيد والشرعي لمحافظة الأنبار في دوري الموسم المقبل إن شاء الله خاصة إذا أنت عندك طموح للصعود دوري ممتاز لازم تدعم هذا الفريق لأنه ما ممكن المسيرة تتواصل بنفس الهمة وبنفس الجهد إذا ماكو دعم مادي لأنه هو عصب كرة القدم هو المال وهذه يعني نقطة ووصلت لها كرة القدم في العالم أجمع إذا ما عندك مال ما يمكن تتواصل المسيرة مستحيل اليوم أنت صعدت دوري للدرجة الأولى بجهود المدرب بجهود اللاعبين بجهود الكادر الإداري لكن هذه الجهود إذا تجدها تتواصل لازم تدعم لهذا هذه دعوة أخوية لكل مسؤولي محافظة الأنبار للتوجه إلى ملعب نادي الرمادي ودعم هذا الفريق في المنافسات المقبلة أعتقد ويانا ربان سفينة نادي الرمادي الكابتن المدرب صباح عبد الحسن مرحبا بك كابتن شرفتنا اليوم حياك الله مبروك مبروك صعودكم وأتأهلكم إلى دور الدرجة الأولى وأتمنى إن شاء الله تتواصل الانتصارات في الدور بغية التأهل إلى الدور الممتاز أنت إلك بصمة كبيرة في هذا النجاح أنا بالبداية أشكرك أستاذ حميد على صباحة كيلية بعد الضلالج وأشكرني مقد التقديم الرائع اللي قدمته والجهد مني بذلك يعني جهد مطبيعي بالنسبة ل لحضرتك للقناة لديه رسالة واضحة ومثل ما اتفضلت لها رسالة واضحة لكافة المسؤولين محافظة الأنبار أن يدعموا هذا النادي نادي الأم نادي اللي خرج أجيال يخرج لعدي المنتخبات مبسكرة القدم وأنه ما خرج أجيال كافة الإنعاب ومحافظة الأنبار محافظة داثرة كافة لأمورة الرياضية والغضاء الرياضية نتوصل إن شاء الله بالنسبة للمسؤولين إن شاء الله خير وقاعد إن شاء الله أحسن لتظهر أنك عصر الحياة هي مثل ما حضرتك تفضلت لأنه المادة تخلق كل شيء تجيه أي شيء فرحنا نتوصل بالنسبة للمسؤولين إن شاء الله للمحافظة للمجلس محافظة أن يكونون على على كيف يستعدان إن شاء الله نعم نعم نادي المادة خاصة من هذه الفترة وفترة حارجة نتوصل أن تتكاثف كل الجهود الموجودة للنسبة للمسؤولين كافة المسؤولين الموجودين داخل محافظة نظر وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله أحل المصدقين إن شاء الله كابتن حقيقة اليوم أنا أعد بالأسئلة أعد بالبرنامج يعني جتني اتصالات كثيرة خلتني أنه أترك كتابة الأسئلة لأنه ما يدور في خاطري جتني علي رسائل كثيرة ولهذا اليوم أنقل إليك رسائل الجماهير جماهير المحبة لنادي الرمادي يعني يريدون أجوبة عليها حتى يشوفون مستقبل نادي الرمادي في دور الدرجة الأولى الطموحات كثير من الأمور أول سؤال يعني راح تعتمد على نفس الوجوه اللي مثلت الفريق في دور المحافظة نحن نعرف أنهم دور الدرجة الأولى راح تلتقي ويا فرق ذات باع طويل راح تلتقي مع الموصل سامرة ممكن الكرخ ممكن يعني فرق بغدادية أخرى هذا يحتاج لها نوعية لاعبين هل مجموعة اللاعبين الموجودين الآن في مفكرتك قادرين على أنه يكملون بنفس المستوى؟ هل مجموعة اللاعبين اللاعبين كافة على المشود اللي بفلوك خاصة في هاي فترة وممكن ما عدتت حفظة تفضلت بأنه كي فترة لها رجالاتها خاصة هالي الجهود اللاعبين بس اللي بفلوها بالمرحلة الوقت للجهود يعني الاستفاعية والحمد لله وشكر يعني إحنا سر يسوي وحيد بالمجموعة أنه كسبنا العلامة الكاملة خاصة إحنا ثلاث مبارات لأسناء وكل يفوضون الحمد لله شكر متعهم في كل مرحلة لها حساباتها خاصة إحنا ثلاث مقبولين على مرحلة مرحلة صعبة جدا خاصة من الناعين ثنية نعم من الناعين ثنية تقنصوا اللاعبين محتاجين اللاعبين والحمد لله وشكرهم ومحاوة لنباط لآخر اللاعبين الممتازين تقنب باطل اللاعبين الموجودين عنه راح أستخدم باطل اللاعبين إن شاء الله إن شاء الله يستخدم لها المرحلة مرحلة صعبة ولازم أن نفرض مبطر آآ أخر لاعق حتى منهم نلاقي من فرص الأخير اللاعبين ومستوى طيب يليح بسمعة نادرهم هذه لأن هذه سمعة آآ سمعة نادرهم هذه دازم بلد نعم 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 شكرا اللاعبين من الفريق واحتمد إلى بعض العناصر وفي أماطي محددة إن شاء الله يعني كل هاي دارس الأمور كم إنت خلال حيثة ضررت ضررت عادي آآ في بعض المراكز ضعوف وفي بعض المراكز ضررت عادي آآ في بعض المراكز آآ في بعض المراكز الضعوف اللي موجودة داخل السريقة إذا أجيب لاحظين أقول لا لاحظين واعتمد عليهم في سبيل حتى من نظر نظر بشكل قوي وشكل حسن حلو زين ومقافة ناشر الله بشكل أحسن بما برنافس نعم حلو كابتن نعم كابتن صباح يعني كلام جميل جدا يعني راح تعتمد على لاعبين من خارج المحافظة لو من الفرق اللي مثلت الأندية اللي ما صعدت هناك برز أكثر من لاعب ستاكاني تاعي ما أصعد أكثر لاعب النسبة لي أحتمد على أبناء المحافظة لاعب يجب من خارج المحافظة دعنا دولة كذلك هم يعني لاعب النسبة لي يعني فيه شيء قال يوفيسنا كيفي أنه ما أستخدم أي لاعب من خارج المحافظة الحمد لله محافظة الأنبار والداخل باللاعبين المتازين وأعين على أكثر من لاعب بفرق وأنا أتمنى يكون الفرق الأخرى أن يزاعدنا يعني أي لاعب الموجودين إن شاء الله بفرق الأخرى يعني إذا أدعناها أطلع جاء من الفرق الأخرى أن ليسيرون مثلا يتعيزون بأنه هذا لاعب ونجد بطين هذه مصلحة مصلحة الأنبار وليسي مصلحة حاسين أرصاد ولا مصلحة أطام الدخين نعم الدخين ولا الآن ولا صباحة الحسن وأنه ما هي مصلحة هذا الرمادي ومحافظة الأنبار إن شاء الله وأنا حسن يعني أتطور بأنه إن شاء الله الفرق اللي تاخل المحافظة إن شاء الله بتعامل إلينا إن شاء الله في سبيل أخلق جيد جديد يغاني بيه الفرق المحافظة إن شاء الله من دور المحافظة يعني كلام جميل يعني معناها أنت ما راح تستعيني بأي لعب من خارج المحافظة تستعيني باللاعبين اللي برسوا من الفرق الأخرى بالمجموعة مجموعة محافظة الأنبار فرق المحافظة إذا أقتصت الظروحة واحد هم لاعبين إن شاء الله حقيقة أنا بالنسبة لي ما أقدر أتقدم لاعبين لأن هذا الأنبار وصدر الظخرة بها لاعبين ممتازين حقيقة وانا يمكن في مفاكرتي وفي ذاكرة فيها عادة من لاعبين إن شاء الله سأخذهم لاعبين ممتازين ونحس فيهم هم من يشجون سريخ هذا سرها إن شاء الله حتى كابتن من الروح ناكل إن شاء الله وقوة من المخل النادي ناكل أحسن تملي إن شاء الله نعم كابتن يعني بصراحة بصراحة خلي نحتي بصراحة اليوم لأننا بدنا حتى نضع النقاط على الحروف المرحلة المقبلة مرحلة صعبة يعني مو مثل دور المحافظة أي الخطوط عندك عليها يعني ملاحظات وتي تطورها في المرحلة المقبلة حراس المرمى دفاع نعم نستاذ حميد أريد النسفرية عزي موجودة وآل النسفرية حاط يعني المقاب على الحروف لأنه في مركز معين أو في عدة مراكز معينة نحتاجين إلى أكثر من لاحظ في عدة مراكز ومعكز واحد يعني كل المراكز كل المراكز تحتاج به لا مو كل المراكز في عدة مراكز حتي أضعب بيها وإن شاء الله ستخدم لعمين ينولي هذا بعض هاي الفراغات كابتن 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 حقيقة ما شفيت ولا مباراة يعني من مباراة نادي رمادي في هذا الموسم لكن الجمهور اليوم يقول لهناك يعني خلل أنا ما أعرف يعني مدى مصداقية هذا الكلام خلل في مركز إذا تسمح لي إذا تسمح لي كابتن صباح خلل الموجود وعن شخصي في كابتن صباح إذا تسمح لي يعني يعني نازم أنا أحقي يعني كل الخطوط اللي موجودة فيها نقاط الضرس نقاط القوة في سبيل الدماء حتى في سبيل لا روحاني لتغسرات النار الروحاني خلال يعني عندي بعض في براقز معينة الحمد لله والشكر إن شاء الله تعاون جميع لدارة والدارات الأخرى إن شاء الله إدارات الأنتل الأخرى في محافظة الأنبار إن شاء الله بتاعتني في سبيل إعلاء محافظة الأنبار ونادر رمادي نحفظ طيب طيب ورح تتدربون كابتن اليوم البارحة أعتقد قبل اليوم ثلاثيان بدأ العمل في ملعبنا درمادي وشاله والأرض يمال تمهدي من المدرجات ورح تتدربون المرحلة المقبلة على وشكل البداية هاي أهم موضوع مهم والله موضوع موضوع بهذه من نسبة الاختراع ومسألة إدارية بالنسبة للميطان إن شاء الله هاي المنور يمكن راح تحاول أن تلك بديل منعبنا إن شاء الله والبداء الموجودة إن شاء الله حتى يعني أي ملعب إن شاء الله ملاعب موجودة وزاخرة في محاهم في الأنظام إن شاء الله يعني إن شاء الله التحال لأن الإجارة تاعي إلى هذا هذا الشيء وبدو بها الإجارة عزع في الأمور إن شاء الله الإجارة ما تقصر ريالة إن شاء الله الحمد لله وشكر كلهم قد يستمتعارين من دباعي الموسم الحمد لله وشكرك أي مشكلة ما وطالت طالية يحسب الإجارة ويحسب الكاثر وكذلك يحسب الجمهور هذا الموسم الجمهور اللي نحن حنيلهم أرفعنا صفحة لأن هذا جمهور ومجمهور من البداية لأنها إجارة رواقصة طيب كابتن توقعت عقد عقد مالتكوية نادر رمادي يعني مدة مالته مدة العقد مالتكوية نادر رمادي والله سارك حميد ما أختينا كان بالنسبة لي هم مشاهد كل عقد وإي شيء توقيع بينه وبين اللي داره فقدكم أعظم بس باللسان الله شاهد والناس يعني واثم وياه في كل الأمر عقد رسمي ديني وقالي يترممون عقد بس باللسان الله شاهد زياني أنت مدرب ما أحترف شون شون تشتولهيتش يعني والله وانا هذا هم يعرفوني وانا عرفهم لأنه مو غريب عليهم ولا غريب عليهم يعني سين عاتل الحمد لله وشكرا من كل الألفين مش تغلو يا نادر رمادي وأعرف أعرف ناس وأعرف حلي لأنها مو غريبة عليهم يعني الكلام هم وقعوا كل شيء من أطل كلمة وانا يمكن حتى بتلهم بتلهم الناس بتلهم أنا أكثر من صرف يعني في دور الممتار وانا نادر رمادي يمكن صفحة بي بتلواني أعدي آآ كلام وكلام كلام لناس الرمادي فالله أتنازل على لو هالسوا 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 يصير بالنسبة يعني يعني أي عقد بينهم بين الإدارة ما موجود الحمد لله أخذ بس العقد بكل والحمد لله هو منافس يعني آآ ويعني يعني مقدرين هذا الشيء وانا مقدر هذا الشيء الحمد لله نادر رمادي نادر رمادي نادر رمادي بس الشطان والحمد لله شخص موجودة نادر رمادي وناس يعني الحمد لله وشكر يعني شغلة غدارة ممتازة مثل ما أحبكت تفضل الفتار يعني ما أظنك عملنا مثالي وانا بدي عمل بس الحمد لله وشكر كل مناقص ما صارت ديني وبهني الفتار والكاذر واللاعبين يعني البتارة من رئيسة إلى العراحة إلى اللاعبين إلى الجوهور إلى الإدارين عمل يعني عمل مقرص عمل عمل بتخطيط مو عمل جاي احتفاظا ولا عمل جاي يعني شوق التفاضي لا عمل كله المرسوم ومدروس الحمد لله لا ما مرسوم ومدروس ومخطط مواصل للمرحلة كابتن يعني سؤال أخير شنه أكثر شيء يشغل بالك من المرحلة المقبلة بصراحة كابتن ومع قتله بالنسبة لي الحمد لله اللي أشكت بالله بي نبيه كاملة وبالجمهور احنا ما يزل بانه بس إذا وقرانه معه فقط بس الملأ نعم إذن نتمنى لكي التوفير تدري شكرا حميد الملعب جدا بالنسبة طبعا لأننا لو ما عدنا ملعب لو ما عدنا ملعب ما وصلنا لمرحلات كان عدنا ملعب نترب عليه وننعب عليه ووصلنا لمرحلات لأننا شي اسمع ونريدك لأننا احنا نتغطينا بطولة المناطق المحضرة والحمد لله زمن نفوز بها استخدمنا ذاتي الكار استخدمنا ذاتي الطلبة في ملعب لو ما الملعب كذلك الملعب هو خلو شيء خاصة بالنسبة نعم ان شاء الله كل المعضلات تنحل بالمرحلة المقبلة المهم تكون انت مرتاح وأنا ادري انه الهيئة الادارية النادي الرمادي متمسكين بك جدا اكثر ما انت متمسك بيهم لانه يعرفون قيمتك الحقيقية وهم يعرفون انه الانجاز اللي تحقق كله بجهودك الذاتية وجهود الهيئة وجهود اللاعبين حقيقة وجهود الكبيرة اللي بذلت من قبل الجماهير اللي وقوف مع النادي شكرا جزيلا اليك كابتن صباح عبد الحسن ويتمنى لك كل التوفيق في المرحلة المقبلة شكرا جزيلا لك مرة أخرى ها قد عدنا من جديد يا حبت المشاهدين وبرنامجكم من الأسبوع سامر رأي سبورت وهذه الحلقة اللي كانت محورها الأول عن نادي الرمادي والتأهل إلى دور الدرجة الأولى المحور الثاني في حلقة هذا اليوم هو المؤتمر الصحفي اللي عقد نجم الكرة العراقية السابق وصخرة الدفاع العراقي الكابتن عدن درجال بعد رد الطعون من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة قبل ثلاثة أيام حقيقة هذا المؤتمر يعني وضع بالكابتن عدن درجال النقاط على الحروف وأفصح عن العديد من الأمور المبهمة وقال في سياق حديث في هذا المؤتمر أنه هو ذاهب إلى سويسرا لتقديم شك ورسمية على الخروقات الكثيرة الموجودة في النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم المركزي نتمنى أنه الأمور ما توصل لهذا الحال يعني بعد شكوة الكابتن درجال أكيد الأمور راح تسير على غير ما يريد الجمهور الرياضي بكل مكان لأنه تبدي العقوبات ممكن ممكن الحرمان ممكن أمور أخرى ممكن تأجيل انتخابات يعني كنت تتمنى من اتحاد الكرة أنه يتعامل مع نجومنا بغير هذه الطريقة اللي يتعامل بها مع كل المرشحين من نجومنا الدوليين كان هناك إقصاء للكابتن النشاة أكرم وبعد عدنان درجال وبعد نعيم صدام والقائمة طول هناك أكثر من مرشح بعد ما شاف إقصاء هؤلاء النجوم عزف عن تقديم ترشيحها لعضوية اتحاد الكرة ماك واحد ما يتفق ويانا أنه المرحلة الماضية كانت مليئة بالسلبيات مليئة بالأخطاء اللي كانت على اتحاد الكرة إذن أربع سنوات كافي خلي خلي يجي غيرك يعمل ماشي أنتوا عملتوا لكن اشتهدتوا ما حالفكم النجاح ماكو أي نجاح في المرحلة الماضية سوى رفع الحضر اللي هو أكيد ثمرت لجهود الجميع جمهور قوات أمنية اتحاد وزارة الكل ساهم بهذا النجاح إذن خلي المرحلة المقبلة يقودوها شباب خلي انطعهم حتى له هاي تشكيلة نفسة انطعهمها ببعض الكفاءات حتى نقدر انه نوازن بين الخبرة وبين الشباب ونقدر انه يطلعون نفذ نخبة قادرة على قيادة الكرة العراقية في المرحلة المقبلة وليش نحارب النجومنا دولة هم النجوم اللي قادوا منتخباتنا الوطنية وحققوا إنجازات كثيرة للمنتخبات هم من حقهم ويندخلون لمعترك العمل الإداري خلي نشوف مختطفات من المؤتمر الصحفي للكابتن عدنان درجال ومن ثم نعود جميع أعضاء أعضاء الاتحاد المنصوص عليهم في المهدى عشر ونؤكد أنه هناك هناك مخالفات كبيرة يجب أن يتم على ضوء التغيير وتعديل النظام الأساسي أكو مادة يمكن أن تغايب عنكم وحتى الأخوان ما صارت حديث عنها في الإعلام كثيرا خلال الفترة الماضية اللي هي المادة 30 موضوع تعديل النظام الأساسي واللوائح اللي أيضا حاصريها فقط بالمؤتمر اللي هم 53 واحد واللي هم 51 مش 53 ويجب حتى تعدل النظام يجب أن تحصل على ثلاثة أربع أصوات الحاضرين وهذا من المستحيل أن يتحقق لأن الأخوان بالاتحاد هم يشكلون 25% من الهيئة العامة وبالتالي أنه هذا الموضوع ما ممكن يتحقق على الأطلاق بينما لو نجد أنه المادة 26 اللي أيضا تتكلم بنفس الخصوص حول تعديل الأنظمة واللوائح في الاتحاد الدولي نجد أنه المادة 26 في الاتحاد الدولي تقول الهيئة التشريعية هي المسؤولة عن تعديل النظام الأساسي والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية اثنيا أي مخترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية الاختراح المقدم من عضو يكون صحيحا إذا تم تأييده كتابة من قبل اثنان بينما إحنا نشترض أن يكون هناك خمسة ومن الهيئة العامة ومن الهيئة عامة فقط يعني إحنا هي محصورة للاتحاد الإراق حاصين كاتبين بالأعضاء الأعضاء أو اللجنة التنفيذية أيضا ولكن يجب أن يؤيد من خمسة من أعضاء الهيئة العامة والتصويت على أعضاء الاتحاد المنصوص عليهم بالموادة عشرة ما لم حق يخضرون زي أنهم لو إيش ده يختلفون شنو دورهم وليش خاليهم إحنا كأعضاء بالاتحاد هل بس مجرد أنه يشاركون وبالتالي أنه هذا نسب لكل الحقوق لأنهم المشكلة الكبيرة أنهم بالتعريفات معرفين الكونغرس باللغة الإنجليزية هي الهيئة العليا التشريعية للاتحاد والهيئة العليا التشريعية للاتحاد في نظر الاتحاد الدولي هم 209 دولة يعني كل أعضاء الاتحاد المنصوص عليهم في الموادة عشرة من النظام الأساسي ولكن الاتحاد حتى الاتحاد للأسف يعني مستشار القانوني ومضل حتى الاتحاد الدولي في تفسيراته وبالتالي أنا من أقول هناك مخالفات كبيرة حدثت فعلا هناك مخالفات كبيرة حدثت لم يقل في النسخة الإنجليزية خمسة من أعضاء المؤتمر اللي هم لي العام فقط خمسة أعضاء حتى تتماشى ويئة لواح وأنظمة الاتحاد الدولي وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الأمر حتى في موضوع تعديل النظام الأساسي واللواح من المستحيل يحدث في ظل هذا الوضع وفي ظل هذه المخالفات وهذه التفسيرات القانونية اللي لا يمكن لا يمكن أن تستمر على النحو اللي هي عليها السؤال الأول إن شاء الله يعني احنا من الأسبوع القادم راح نبدأ يعني بعملية الذهاب إلى لوزان إلى محكمة كيس لتقليم الأترابات وفق الأسس القانونية السليمة والمخالفات الوارحة وبالتالي أنه يعني في أدنى بجموعة من المحامين عراقين ووروبيين وسويسين أيضا إن شاء الله من خلالها راح نقدم لاحة متكاملة بكل المخالفات اللي موجودة في النظام الأساسي وقواعد الانتخابات وأيضا يعني الأسباب اللي اللي أدت إلى استبعاد هاي الشريحة هو أيضا سلب حقوق بقية أعضاء اللي هي العامة اللي هم أقصد المشمولين بالمادة عشرة من النظام الأساسي بالنسبة للإستبعاد تعرف أنت أنه يعني يمكن هم تعكزوا على موضوع أنه النظام الأساسي ما سمح العدنان لأن التثنيات والآخر وأنا أقول لك التثنيات هي التثنيات حقيقية أنا لا أقول تثنيات أنا أقول تشيحات لأن لا يوجد كرر لا يوجد كلمة تثنية في النظام الأساسي الترشيحات ماتي حقيقية بالكامل لسبب رئيسي أولا ترشيح من نادي الزوراء هم كانوا اعترضين عليه ترشيح صحيح 100% ترشيح الثاني من القوى الجوية أيضا أنا مرشح لمنصب الرئيس وليس لمنصب عضو اللي نطوع إلى الأخ علي الأسدي وبالتالي أنه الفقرة الثانية من المادة 33 تقول لكل عهو حق ترشيح مرشح واحد فقط لأي منصب في اللجنة التنفيذية مناصب اللجنة التنفيذية كما معرف عليها في الفقرة واحد من المادة 33 تقول الرئيس ونواب 2 وعشرة أعضاء أيضا في النصة الإنجليزية أكثر وضوحة في النصة الإنجليزية أكثر وضوحة يقول كل عهوة يمكن أن ترشيح مرشح واحد لكل منصب في الرجنة التنفيذية وبالتالي ترشيح من نادي القوى الجوية على منصب الرئيس هو ترشيح سليمية بالمئة وكذلك الحال بالنسبة إلى ترشيح من نادي سامراء أيضا تملي منصب الرئيس أيضا ترشيح على الكوات النسوية أيضا هو ترشيح سليم لأن نادي القوى الجوية هو محصل على المركز الثاني في آخر موسم بدوري الكرة النسائي للصالح أيضا هناك ترشيحين أخرى من أندية الدرجة الأولى من نادي كاغمية أحدا والنادي أصور أبغريب أبغريب أيضا هي ترشيحات صحيحة مئة بالمئة لأن المادة لأن أيضا الفقرة الثانية من المادة 33 نصت على وجوب أن يجب يجب الترشيح من قبل الأعضاء ولم يشر إلى الهيالحامة الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من النظام الأساسي وليس المادة 12 كما فسرت وأضيفت هذه العبارة المرغومة التي ليس لها وجود في النص الإنجليزي وبالتالي أنا أعتقد كل الترشيحات التي تمتها ترشيحات سليمة ولكن كان يراد أن يستبعد عدنان بأي طريقة وأيضا قسم من الأخوان ومنهم أخي نعيم وأيضا الكابتن سيادة العميدة أبو وائل لنفس الهدف لأن هم مشمولين بالمادة 10 وترشيحات ترشيحات صحة ولكن الأخوان في لجنة ليس أنا لا أقول لجنة الانتخابات لأن لجنة الانتخابات هي لجنة مغلوبة على مرهية ولجنة الاستيناف والخضارات كانت تزدد من قبل المستشار قبل الانتحاد وهذا ما أكد في أكثر من لقاء تلفزيوني إما بخصوص بس لحظة مفضلة إما بخصوص اعتراض الأخي العزيز رعد سليم حول موضوع رابطة الحكام والانتخابات اللي جرت فأعتقد أنه وإحنا وضحناها وقلنا أنه أيضا هي غير قانونية لأنها لم تجري تحت مضلة لجنة الانتخابات التي يجب أن تشكل قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات وأنها ما جرت جرت بطريقة حتى غير أصولية وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمور واضحة وجلية للجميع فإحنا يعني يمكن الأمور ما غيب عنكم جميعا أولا أولا ما أعتقد أنه الكرة العراقية ممكن يصير معاقبات إجراءات على ضوء المخالفات لا ما هي أكو أكو أشوف المادة المادة 26 من قوائد الانتخابات تقول أنه في حالة في حالة هذا المادة 26 من قوائد الانتخابات وضحها لاتحاد العراقي لكرة القدم ومستشار القانوني تقول الفقرة واحدة تقول تتوقف النشاطات ولو لو في لحظة نشعر أنه النشاطات عن كرة القدم ستتوقف فأنا أول أنا متأكد ما أتكلم عن نيابة عن إخواني بس أنا متأكد أنه الجميع لم يقبل أنه تتوقف نشاطات كرة القدم في العراق أما إذا تعرض الإخوان في الاتحاد اللجنة التنفيذية في الاتحاد لعقوبات بسبب هذه المخالفات فأعتقد أنه يعني الأمر أعتقد طبيعي لأن هدفنا هو إذن كانت هذه مقتطفات من المؤتمر الصحفي للكابتن عدنان درجال اللي يعقد في بغداد قبل يومين يوم الخميس بالتحديد كابتن عدنان درجال قدم شكوة رسمية في محكمة الكاس ما كنا نتمنى أنه توصل أمور لهذه المرحلة لكن يعني من حقه أنه يبحث عن حقه باعتباره ظلم في طبقا للوائح الموجودة في الاتحاد العراقي الكروي إذن نحن نواصل متابعاتنا لهذا الملف الشائك في الحلقات القادمة لأنه يخص مستقبل الرياضة يخص مستقبل كرة القدم العراقية حتى حلقات قادمة انتظرونها بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر